محور هذه الجلسة القصيرة العمر الطويلة الأثر بإذن الله عز وجل هو التجديد والتقصيد في الفقه وأصول الفقه ومقاصد الشريعة يتناوب على هذه المحاور خيرة من الأساتذة الباحثين الذين يتناولون هذا الموضوع من زواياه أنتقل إن شاء الله تعالى مباشرة إلى أخي الجليل سديب نواسا وحسبوا أنه الحمد لله مداخلة سديب نواسا قد أشعرته بالدفئ بعد ليلة باردة وهو أستاذ لعلوم الشريعة بالمدرسة العنية الأساتذة بكلية الشريعة وكلية الشريعة في جامعة الجزائر وهو أيضا متخصص في الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة له عدة مؤلفات مطبوعة منها فوضى الإفتاء في الجزائر خلاصة فكري مالك بن نبي الحضاري لأربعون الحضارية على غير الأربعين النووية قوانين قرآنية قبس من سنن الله في الكون والحياة إلى غيرها من المداخلات والإسهامات المبركة الطيبة مداخلته بعنوان جهود مدرسة إسلامية المعرفة وإسهاماتها في تجديد مقاصد الشريعة من خلال الأبحاث المقاصدية من خلال مجلة إسلامية المعرفة هذه المجلة شكلت وعيا وشكلت فكرا وشكلت جيلا لكن للأسف هذا الارتباط بالمجلات وبهذه الإصدارات بدأ يضعف ونود من هذه المداخلة إن شاء الله على ضيق حيزية الزمن أن تجديد هذا الشعر بالرغبة في التواصل مع هذه المجلات وهذه المجالات الواسعة من العلم المعرفة فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به نفعنا والحمد لله الذي أكرمنا من الدين ما به رفعنا والحمد لله الذي رزقنا من الأخوة ما به جمعنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله اللهم صلي عليه وسلم وبارك وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احمد الله الذي وفقنا لهذه الفرصة الطيبة وأشكر القائمين على هذا المحفل العلمي وفقهم الله وسددهم كما أشكر الحضور أساتذة اليوم وأساتذة الغد جميعاً الموضوع الذي طلب مني أن أختصره في عشر دقائق وقد جمعته في أيام دواتي عدد ولايالي دواتي عدد من 92 عدد من مجلة الإسلامية المعرفة في 30 صفحة في عشر دقائق معنا سأحاول أن أجمع البحر في قرورة صغيرة إن شاء الله فادعو الله لي بالتوفيق هكذا أما التلج والبرد فربما من مساوئه أن أخرنا ولكن من محاسنه أن قدمنا لأنني كنت مبرمجاً في الغد فقدمت لليوم وسأسلك مسلكاً يعني سأكون سالكاً لمسلك المناسك وأقول اللهم إن مبلغي حيث حفرني الوقت هكذا والبحث كما يقولون لن أسلط عليه ضوءاً ساطعاً وإنما شعاع فقط شعاع وإذا لم يتضح المقال فلن أشفعه بالمثال ربحاً للوقت هكذا أما الموضوع فيتعلق لتياري مهم من تيارات التجديد المعاصرة ونخترت أن يكون بحتي حول التيار لأنه من العادة أن نتجهها إلى الجهود الفردية فندروسها ونغفل هذا الجهد الجماعي المتكامل الذي يكون متفرقاً أو زاعاً وأشتاتاً فلا يتبين مدى تأثيره أو مدى تجديده فلذلك اخترت هذه هيلة وبداية أنا لم أتعرض لكل جهود إسلامية المعرفة لأن لهم كتباً في الموضوع ولهم مؤتمرات كبيرة في الموضوع إنما اخترت الأبحاث المنشورة في المجلة فقط فانتظم البحث في مطلب أول في التعريف بمدرسة إسلامية المعرفة الأسس والمصار المطلب الثاني المفاهيم التأسيسية لمقاصد الشريعة مراجعة وتقويم المطلب الثالث وظيفة مقاصد الشريعة وحيويتها وفعاليتها والمطلب الرابع علاقة مقاصد الشريعة بالحقول المعرفية الأخرى أما في تعريف هذه المدرسة الإسلامية فهي تمثل تياراً تجديدياً معرفياً ومنهجياً إسلامياً متميزاً وهي ترتكز على مصطلحين اثنين إسلام ومعرفة وعلى أساسين اثنين نسبة هذه المعرفة إلى الإسلام وأثره عليها ومغزى إسلامية المعرفة هو بحث وتجلية العلاقة بين الإسلام كدين ومنظومة قيم وأخلاق وبين مختلف المعارف الإنسانية وإبراز تجليات انضباط هذه المعارف واستنادها على القيام الإسلامية وهكذا هذا الأساس الذي تقوم على هذه المدرسة وهي ترى أن الأمة الإسلامية ليست في حاجة إلى تجديد الدين ليست في حاجة إلى تكوين الدين من جديد وإنما هي في حاجة إلى تقويم مسيرة حياتها العلمية والعملية والسلوكية بأفكار قائمة على الدين وهذا هو التجديد والدعائم التي قامت عليها مدرسة إسلامية المعرفة أذكرها في نقاط بناء النظام المعرفي الإسلامي المعاصر إعادة تشكيل وبناء منهجية التكامل أو المعرفة القرآنية بناء مناهج التعامل مع القرآن الكريم بوصفه مصدرا للفكر والمعرفة والحضارة بناء مناهج التعامل مع السنة النبوية المطهرة بوصفها مصدرا للفكر والمعرفة والحضارة أيضا بناء مناهج التعامل مع التراث الإسلامي لتجاوز فترات التقليد والانقطاع والانحضار بناء مناهج التعامل مع التراث الإنساني المعاصر للتواصل مع الفكر والحضارة الإنسانية وإسلامية المعرفة إذن هي حركة منهجية ناقدة بناءة نشأت ابتداء وأساساً لإصلاح المنحة والمنهج الفكري المعرفي كقاعدة للإصلاح الحضاري ونجد عندها حضوراً للمنح المقاصدي في مسارها كله توظيفاً بارزاً لبحوث مقاصدي الشريعة في العمل لتحقيق هذه الأهداف التي أشرنا إليها أبل المفاهيم الأساسية أو التأسيسية لمقاصد الشريعة فإن أي تجديد في أي مجال لا بد أن ينطلق من المفاهيم التأسيسية التي بني عليها هذا المجال الذي يقصد إلى تجديده وتفعيله ولهذا اهتمت هذه المدرسة بهذه الأسس وأستكلم في نقاط سريعاً بحسب ما يسمح به الوقت الملمح الأول نجد عند هذه المدرسة تجاوز الجدل الكلامي للخروج من تداعيات المماحكات المذهبية سواء في أصول الفقه والمقاصد استهلك الآئمة والعلماء في المماحكات الكلامية والخلاب بين الأشاعرتي والمعتزلاء والماتوريدية وغيرهم فهذه المدرسة حاولت أن تتجاوزها ويظهر ربما هذا جلياً في مبحث التعليل عندها الملمح الثاني هو توسيع مدى التعليل لنشر الوعي المقاصدي في مستوى الأمة وهذا الملمح مهم جداً لأن الفكر التعليلي هو الذي يبنى عليه الفكر المقاصدي فنجد عند رواد إسلامية المعرفة اهتماماً بالتعليل لدرجة الاهتمام الكبير بتعليل العبادات التي يظهر عند كثير من الناس بعدها عن هذا الجانب التعليل وأنها تعبدية مطلقة ثم الملمح الثالث هو تحديد العلاقة بين النص والمصلحة ومدى تعارضهما وتوافقهما ونعرف هذه القضية التي أتارها الطوفي عليه رحمة الله وكيف تستغل الآن بين التقليديين الذين يريدون الجمود على النص ويرون بأن في هذه الدعوة خطر على النصوص وبين الحداتيين الذين يريدون تمييع النصوص القرآنية وبين العلماء الوسطيين الذين يحاولون الموازنة بين هذه المعاني وهذا بدلت فيه جهوداً كبيرة ولها إصدارات كبيرة في هذا الأمر ملمح آخر وهو مهم جداً خاضة هذه المدرسة هو البحث في مقاصد تلقي النصوص وغايته أو ما سماه الأستاذ جاسر العودة أحد رواد هذه المدرسة دلالة المقصد بمعنى فهم النصوص الجزئية قرآناً وسنة بمراعاة مقاصدها وغايتها الملمح الخامس الكليات الخمس بين الحصر والتحديد والإضافة والتجديد فهناك نقاش كبير بين أقطاب هذه المدرسة هل نكتفي بالخمس كما حددها العلماء الأولون أم أننا نضيف إليها أم أننا نوازن بين هذه الإضافة وبين البقاء على ما هو كائن من حيث توسيع المعنى بدل الإتيام بأشياء جديدة أسرع الملمح الآخر هو الضبط وتحديد العلاقة بين المقاصد والوسائل وهذا الموضوع وإن كان كتبت فيه دراسات كثيرة ولكنه ما زال فيما أحسب بكراً يحتاج إلى بحوط كثيرة وقد اهتم به هذا الفريق اهتماماً بالغاً انتهى وقتي طيب المطلب الثالث وظيفة مقاصد الشريعة وحيويتها انطلقت هذه المدرسة من نقد منهجي للمنتوج المقاصدي والتصنيف التقليدي فيه ويمكن أن نختصرها في أربعة عنوين أنه المنتوج المقاصدي بحث في كليات الشريعة دون الإشارة إلى المقاصد الخاصة بأبوابها إلى نادراً أنه اهتم بالبعد الفردي وأغفل جانب الأسرة والمجتمع والأمة والبشرية أنه أغفل مبادئ ضرورية كالحرية والعدالة وغيرها أنه اعتمد لاستنباط من الترات الفقهية رأساً لا من النصوص الأصلية أي من الكتاب والسنة والخطوات التي بدلتها هذه المدرسة من أجل تفعيل المقاصد نذكرها كعنوين التجديد والابتكار ولا يمكن تجاوز النقائص إلا بهذا التجديد والابتكار التنظير والمعالج المنهجية نجد أن رواد هذه المدرسة أنتج الكثير من النظريات نظرية التعليل، نظرية النص، نظرية نظرية المقاصد الأستاذ اليسوني حفظه الله نظرية المقاصد عند الشاطبي، نظرية المقاصد عند طهر بن عاشور فاهتموا كثيراً بالتنظير ثم تقعيد المقاصد كما صار من مسارات التفعيل لاهتمام بقواعد المقاصد ثم تجاوز النظر الجزئي إلى الاحتكام إلى الكليات ثم التطبيق الواعي بالواقع تفعيلاً وتكميلاً للتنظير لأنه لا فائدة للتنظير من غير تفعيل واقعي المطلب الرابع والأخير علاقة مقاصد الشريعة بالحقول المعرفية الأخرى الجهد الكبير التي بدلت هذه المدرسة أنها وسعت مدى الاهتمام المقاصدي وخرجت به من حيزي الفقهيات فنجد مثلاً الاهتمام بمقاصد القرآن تقصيد علم العقائد لهم بحوت في ذلك بل تقصيد الخطاب الصوفي ولهم بحوت في ذلك ولكن الإضافة الجليلة ربما أنها وسعت إلى أبعد من هذا المدى وسأختم كعناوين فقط تقصيد علم التاريخ تقصيد العلوم القانونية تقصيد العلوم الاجتماعية تقصيد حفظ البيئة وعلومها تقصيد حفظ البيئة وعلومها هذه كانت شدارات وإضاءات سريعة ومضات هكذا ختاماً دقيقة ما شاء الله الله يبارك قلت حفظ البيئة مثلاً كنمودج للتفعيل الآن البيئة تعتبر نازلة إنسانية كبرى وما يعانيه كوكب الأرض من هذه الأزمات احتباس الحضاري والتلوت وغير ذلك هذه المدرسة بدلت جهوداً كبيراً في بيان مقاصد الشريعة المتعلقة بالبيئة وهذا بحث متقدم واستشرافي سابق لأوانه إن صحا التعبير حتى أختم لا أذكر ما ذكرته في الخاتمة لأنه تلخيص لما ذا ولا أذكر التوصيات كلها لكن مدام يحضر معنا أساتذة الغد فأحسب أن مدرسة إسلامية المعرفة إصدارات المحل العالي للفكر الإسلامي في المقاصد تستحق بحثاً في رسالة الدكتوراه في سلك الدكتوراه يمكن لبعض الطلباء إنجاز بحوت وليس بحثاً واحداً في هذا الأمر فهذا البحث المتواضع ما هو إلا مدخل إلى هذا الموضوع والحمد لله أولاً وآخراً شكراً شكراً